سألني أحد المتابعين يا ترى ما هو التصنيف العربي والعالمي للعبة كرة القدم داخل القاعة بعد انتهاء دور المجموعات من كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة يا ترى المنتخبات تراجعت في التصنيف أم ارتفعت في التصنيف هناك بعض المنتخبات ارتفعت في التصنيف العربي والعالمي وهناك بعض المنتخبات يعني تراجعت في التصنيف العالمي هقولك في الفيديو ده عن تصنيف المنتخبات التمانية اللي وصلوا إلى دور ربع النهائي تصنيفهم في دور ربع النهائي التصنيف العربي وأيضا تصنيفهم العالمي كان عندهم كام نقطة وتصنيفهم كام قبل بداية البطولة وأصبح الآن كام تصنيفهم وأصبح كام يمتلكون من عدد النقاط في التصنيف العالمي للفوتوسال أو كرة القدم داخل القاع السلام عليكم ورحمة الله طبعا زي ما احنا عارفين تأهل لدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة تمن منتخبات عربية أربع منتخبات من كارة إفريقيا وأربع منتخبات من كارة أسيا يمثل كارة إفريقيا في ربع نهائي كأس العرب كل من منتخب ليبيا والجزائر والمغرب ومصر ده بالنسبة لمنتخبات كارة إفريقيا المشاركة في ربع النهائي ويمثل كارة أسيا في دور ربع النهائي كل من السعودية الكويت واللبنان والعراق نروح بقى لمواجهات ربع النهائي اللي تحددت خلاص بشكل رسمي يوم السلساء 13 يونيو 2023 عندنا اربع مباريات ليبيا ضد لبنان الساعة 2 ظهرا المغرب ضد السعودية الساعة 4.5 مساء مصر ضد الكويت الساعة 7 مساء والجزائر ضد العراق الساعة 9.5 مساء من يفوز في مباراة ليبيا ولبنان يواجه الفائز من مباراة المغرب والسعودية في نصف النهائي ومن يفوز من مباراة مصر والكويت يواجه الفائز من مباراة الجزائر والعراق في نصف النهائي الآخر اللي هيكون يوم 14 يونيو والنهائي هيكون يوم 16 يونيو نروح بقى لترتيب المنتخبات حسب التصنيف العربي وحسب التصنيف العالمي هجيلك من رقم 8 لحد رقم 1 منتخب الجزائر في التصنيف رقم 8 في ربع النهائي هو يعني رقم 8 في 8 منتخبات اللي وصلوا إلى ربع النهائي كان يمتلك عدد نقاط قبل البطولة 720 نقطة وكان تصنيفه 106 عالميا منتخب الجزائر اكتسب 41 نقطة إضافية بعد تأهله إلى ربع النهائي وبالتالي ارتفع في التصنيف وأصبح في التصنيف رقم 100 عالميا يبقى منتخب الجزائر رقم 8 عربيا حاليا ورقم 100 عالميا لأن أصبح عدد نقاطه 761 نقطة بعد أن كان يمتلك 720 نقطة يعني إضاف لنقاطه 41 نقطة مبروك للمنتخب الجزائري تفوقه وارتفاعه في التصنيف بعد ما كان التصنيف رقم 100 على مستوى العالم 106 أصبح رقم 100 بعد إضافة 41 نقطة نروح للتصنيف رقم 7 أو المنتخب رقم 7 من ضمن 8 منتخبات هو منتخب السعودية كان تصنيفه 61 عالميا أصبح الآن رقم 65 عالميا وبالتالي منتخب السعودية تراجع أربع مراكز وخصم من نقاطه تم خصم من نقاطه 26 نقطة كان يمتلك 930 نقطة أصبح الآن 904 نقطة يبقى منتخب السعودية رقم 7 في دور 8 بالنسبة للتصنيف العربي ورقم 65 عالميا بعد كده رقم 6 من ضمن 8 منتخبات هو منتخب لبنان اللي كان عنده 966 نقطة في المركز رقم 55 عالميا قبل البطولة وتم خصم من نقاطه 50 نقطة كاملة أصبح رصيده 916 نقطة وتراجع في التصنيف إلى المركز 63 عالميا منتخب لبنان بعد حصوله على المركز الثالث في مجموعته للأسف يتراجع من 55 عالميا إلى 63 عالميا رقم 5 في 8 منتخبات هو منتخب الكويت منتخب الكويت تم إضافة 35 نقطة لرصيده وارتفع في التصنيف أربع مراكز منتخب الكويت كان عنده 1027 نقطة في المركز رقم 48 عالميا أصبح الآن 1062 نقطة في المركز رقم 44 عالميا بالنسبة للمنتخب اللي بعد كده رقم 4 في دور التمانية هو منتخب ليبيا منتخب ليبيا اللي تمت إضافة 6 نقاط لرصيده بعد أن كان عنده 1065 نقطة أصبح 1071 نقطة ويظل المنتخب الليبي في المركز رقم 42 عالميا بالنسبة لمنتخب ليبيا دلوقتي حالا في المركز رقم 42 عالميا أعتقد قبل كده كان المنتخب الليبي في المركز رقم 43 عالميا وبالتالي تراجع المنتخب الليبي مركز واحد في التصنيف العالمي نروح بقى للتصنيف رقم 3 في دور التمانية وهو منتخب العراق منتخب العراق اللي تمت إضافة إلى نقاطه 20 نقطة وارتفع في التصنيف من المركز رقم 43 أصبح المركز رقم 41 عالميا منتخب العراق كان عنده 1062 نقطة أصبح عنده 1082 نقطة والآن هو في المركز رقم 41 عالميا نروح بقى لرقم 2 في الثمان منتخبات المتواجدة في دور ربع النهاية وهو رقم 2 عربيا في دور التمانية هو منتخب مصر منتخب مصر تمت إضافة نقطتين فقط إلى رصيده بعد كان عنده 1134 نقطة أصبح الآن 1136 نقطة بعد أن كان في المركز رقم 35 عالميا يظل المنتخب المصري في رقم 5 في التصنيف رقم 35 عالميا يعني مركز مصر لم يتأثر بالنسبة للتصنيف العالمين نروح بقى للمنتخب المغربي اللي هو رقم 1 في دور التمانية المصنف رقم 1 في دور ربع نهاية كأس العرب السعودية 2023 منتخب المغرب كان عنده قبل البطولة 1485 نقطة في المركز رقم 8 عالميا والآن المنتخب المغربي تمت إضافة 8 نقاط إلى رصيده 8 نقاط وبالتالي أصبح 1493 نقطة ولكن يظل المنتخب المغربي في المركز رقم 8 عالميا ولكن يزاحم رقم 7 ورقم 6 في النقاط وعدد النقاط وبيقلص عدد النقاط مبين مبين رقم 7 ورقم 6 في التصنيف العالمي المنتخب المغربي كل ما يفوز هيزيد في التصنيف العالمي وطبعا ده كان التصنيف العربي في دور التمانية سنفتهم لحضراتكم من 1 إلى 8 رقم 1 في البطولة في دور ربع النهاية هو منتخب المغرب رقم اتنين منتخب مصر رقم تلاتة منتخب العراق رقم اربعة منتخب ليبيا رقم خمسة منتخب الكويت رقم ستة منتخب لبنان رقم سبعة منتخب السعودية ورقم تمانية هو منتخب الجزائر ده بالنسبة للتصنيف من واحد لتمانية اللي موجودين في دور ربع النهاية بالنسبة للتصنيف العالمي منتخب المغرب هو رقم تمانية على مستوى العالم منتخب مصر ورقم 35 على مستوى العالم العراق 41 على مستوى العالم ليبيا رقم 42 على مستوى العالم الكويت رقم 44 على مستوى العالم لبنان رقم 63 على مستوى العالم السعودية رقم 65 على مستوى العالم الجزائر رقم 100 على مستوى العالم ده بالنسبة أيضا للتصنيف العالمي طيب توقعاتي بالنسبة لمباراة ربع النهاية ليبيا ضد لبنان أعتقد مباراة قوية جدا ليبيا أول المجموعة الأولى لبنان تالت المجموعة التانية وأيضا المغرب ضد السعودية المستضيف ضد حامل اللقب مباراة في منتهى القوة مصر اللي عندها لقبين ضد منتخب الكويت حامل لقب بطولة غرب أسيا السابقة الجزائر ضد العراق مباراة متكفأة العراق يميل شوية حسب الإحصائيات أو تميل له الكفة حسب الإحصائيات ولكن مستوى الجزائر في البطولة حتى الآن جيد وبالتالي ربع نهاء ناري اكتب توقعاتك في التعليقات وملحوظة في آخر الفيديو التصنيف حسب الموقع الرسمي للعبة كرة القدم لكرة القدم داخل القاعة وبالتالي التصنيف الدولي الصادر صباح اليوم اكتب رأيك توقعاتك لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته